أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بجهود اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بقيادة اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية كما أشاد جلالة العاهل المفدى بما قامت به اللجنة من جهود أسفرت عن توصيل شحنتين بحمولة أكثر من ثمانين طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة للأشقاء في قطاع غزة خلال زمن قياسي وبأسلوب إداري نال الإشادة والإعجاب من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا كما ثمن جلالته مساهمة المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات بالتبرع لصالح الأشقاء الفلسطينيين في غزة وما قدمته الحكومة الرشيدة من دعم ومساندة لعمل اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة معربا جلالته عن تقديره لدور وسائل الإعلام المحلية وهيئة شؤون الإعلام ووكلات الأنباء العالمية في توضيح مواقف مملكة البحرين الثابتة تجاه القضية الفلسطينية العادلة والالتزام بمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف وبهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على دعم جلالته لعمل المؤسسة الخيرية الملكية واللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة ومواقف جلالته المشرفة تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتوجهات جلالته السامية بتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة والذي يعكس المواقف الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية العادلة مؤكدا سموه بأن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم الدعم الكبير من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي نستلهم من جلالته جميع إنجازاتنا وأعمالنا جاء ذلك في رسالة بعث بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى الدكتور مصطفى السيد الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية على ضوء الانتهاء من توصيل الشحنة الثانية من مساعدات مملكة البحرين إلى قطاع غزة مكررا سموه الدعوة لجميع الشركات والمؤسسات والبنوك للمساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل انطلاقا من الواجب الذي يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وروابط الأخوة مع أشقائنا الفلسطينيين وقد أعرب الدكتور مصطفى السيد عن عميق شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على الدعم الكبير والتشجيع المستمر الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية واللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة والمتابعة المستبرة من قبل اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس الأمناء ترجمة نانسي قنقر